ąd بجد healing طلاب الذوي اطراب من طرف الحركة والشتة الانتباه يواجهون مشاكل التعليم لكن لا بد ان أفرق بين نوعان من المشاكل التعليم وهي صعبلات التعلم كأعاقة و الصعبات الذين يواجهها الطلاب الذوي فرط الحركة وشتة الانتباه أثناء التعلم طبعا التكلم عن صعبات التعلم كأعاقة هي ممكن أن تحدث بإطراب مصاحبة الأطلاب لعامة الطلاب الذين كانوا Perfecting من صعبات التعلم فرط الحركة وتشتت الانتباه لكن بعض الطلاب اللي عندهم اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه يواجهون صعوبات ومشاكل في التعلم لكنها لا تصل إلى مرحلة إنها تكون إعاقة فبالتالي يحتاجون إلى بعض الاستراتيجيات والطرق اللي تساعدهم على أنهم يتجاوزون هذه الصعوبات لكن إذا كان عنده صعوبات التعلم والتي تعتبر كإعاقة فهو يحتاج إلى برنامج وإلى شخص مختص في صعوبات التعلم بالإضافة إلى شخص مختص في اضطراب فرط الحركة وتشت انتباهها وطبعا الدراسات اللي أجريت حاولت إنها تقيس نسبة الانتشار الناس اللي عندهم اضطراب فرط الحركة وصعوبات التعلم كإعاقة وجدت إنه في نسبة يعني تتراوح من 20 إلى 30% وبعد الدراسات تصل إلى 50% إنه اللي عندهم اضطراب فرط الحركة وتشت انتباه يكون عندهم أيضا صعوبات بالتعلم ويواجهون مشاكل في التعلم وأيضا دراسات أخرى أجريت وجدت إنه في بعض الأشخاص يواجهون مشاكل في التعلم وفي التالي يحتاجون إلى تدخلات أكاديمية لكي يتجاوزوا هذه المشاكل المصاحبة للأعراض السنوكية اللي واجهونا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر